في الاستماع والقادين تسمع فينا في دياركم في ختمكم في كرهايكم وقلكم طريق السلامة للجميع وكل عادة في لقيت هذه نحكيوا رياضة وجب أحدنا زميننا فاضل عريبي مرحبا فاضل صباح نور وساما نهاركم زين الناس الكل اللي يسمعوا فينا تحية للعبيد اللي يسمعوا فينا الكل والأكيد البارحة الناس الكل عاشت لليم تعملت نهائي رابطة الأبطال الأفريقية ماتش الأهلي والترجي قراءة فنية للماتش متاع البارح نحكيوا كورة معنا نبدأوا نحكيوا كورة بالنسبة لكي بلغة النقاط ولا بلغة البوكس الأهلي كان أفضل مترجي لكن بقليل مش مش حاجة كبيرة مش حاجة كبيرة يعني كان أفضل مترجي بقليل وهذا عادي قدام يرعب على أرضه على جمهوره قدام ستين هلف قدام نجمو قولوا الحاجة الأكسترا سبورتيف اللي صاروا في المباراة لكن هذا يعني أنه الأهلي كان ينجم أنه يخرج متفوق على ترجي ثلاث هدف مقابل هدف كي تشوف المباراة الأهلي ممكن كان يخرج رابح واحد بلايش تنين بواحد على أقصى تقدير لكن ما كانش أفضل برشة مترجي ترجي ممكن ياسر كانت عنده شوية نقاط سلبية خاصة لنا في الدفاع وإلا في العمق الهجومي لكنك وسط ميدان في اللي كلوار الترجي كان حاضر بصراحة لكن كي ما نعرف الناس الكل والناس كل اللي كانت تحكيت الحاكم نجمو قولوا غير شوية من نتيجة المباراة وهذا نجمو الأخطاء التحكمية داخلها راهية في المباراة وسامة وداخلها في كورة القدم كان نحكيه بعقلانية البارح ناس كل اللي حكيت على أخطاء التحكمية البارح الترجي كان ينجم يكون فما نتيجة أفضل حسب اللعبة متاعه ولكن الاهلي ينجم يكون أقل من اللي من اللي من اللي يحصل للبارح شوف هم مالجري لأخطاء التحكمية ومالجري نجمو قولوا الحاجات اللي صارت في المباراة لكن الترجي كان ينجم يخرج ثلاثة أهداف مقابلة مين يعني شوفنا فرصة يوسف البلايلي كانت فرصة محقة يعني بصراحة تمانينيها تتمركي يعني كان كانت تسجلت ممكن ياسر معاش ولينا ما نحكيه لكلام هذية لكن أكثر حاجة ممكن ياسر بخلافة ضربات الجزائري زافرهم مهدي عبيد الشرف الحكم الجزائري هم زوز انظارات بصراحة زوز انظارات انظار الشمس الدين الذوادي يعني بصراحة شمس الدين الشمو كانت دخل والكورة نورمال مو والناس كل يعني السنينها ركنية لكن اضافة المخالفة الاهلي المصري وورقة صفرة شمس الدين الذوادي باش تخليه مهوش موجود في نهائي الجمعة الجاية في رادس وورقة صفر الفرانكوم بصراحة يعني وكانه كان يسان في فرانكوم استادوا يعني في اول كونتاكت وكان ياسر قاسي برشة بصراح الورقة صفرة ضد فرانكوم يعني كانت كورة ميتة فتوش اه جوست معناه مزلق هو ولا يعني يعني اه بعدية رينا اخطأ في وسط المباراة هذية اه من لعبية يسحق وورق صفر وماخذوهمش يعني اقل من الخطأ هذك لكن هاني كي ما قلتك كي نحكي كورة الاهلي كان افضل متعرشي بصراحة وسامة يعني اه رجل المباراة في رأي ولد سليمان اه لاعب الاهلي المصري بخلاف انه مسجل زوز اهدف زوز ضربات جازاء لكنه كان روح ودينامو الاهلي المصري خلق برشة صعوبات لترجي شفنا في لقطة الهدف الثاني مع بداية شوط الثاني كيفاش كورة ميتة بلغة الكورة ملا شيء اه ياخد الكورة يخلي عمرو السولية يجي من تالي ودعي مرة اخرى اتفاع ترجي في المحور فما اخطأ لكن ما نجمش ما نحكيش على الاربيتر وسامة بصراحة اه زوز اه نجمو قولو زوز ضربات جازاء سيرتو ضربة الجازاء الثانية سيرتو ضربة الجازاء الثانية وهمية اذا ما قولوش حاجة اخرى وخاصة يعني شفنا تصريحات اه يعني التاقم التحكيم حكام الفيديو اللي يقودوا حمسلك عليها النقطة ذي يا فاضل اه فما برشا بيدي تسائلت البارة الفارينا في كوب دومون اه ونعرفو اللي الاربيتر سيرت هنا هو اللي عنده القرار اللي النهائي هو ديما الاربيتر عنده القرار الاول والنهائي حكام حتى في الفار زادا حكام الميدان حكام الميدان يعني حكام الساح اه ديما هو صاحب القرار الاول والاخير حكام الفار يقولولو مهاش خطأ يمشي يثبت سينون باعه ما يثبتش اه دكور معاته حتى هو عنده زادا القرار الاول والاخير ديما القرار الاول والاخير في ده اه خطر فما برشا تسائلو البارة قالو كان قالولو راي ماهاش بيلانتي اه قالولو مهاش بيلانتي البينانتي اللولانية والبينانتي الثانية للاهل المصري الزوز تاقم حكام الفيديو وصله المهدي عبيد الشارف قالوا له ما هاد ضربة جزائر. يعني كان قالوا له ضربة جزائر رو ما رجعش للفار رو ما رجعش. آآ داك. ما انت ما يرجع للفار كان ما يقولوله ويمشي هو يثبت. والا يعني. داك. اكي ما انت باش نفهم لعبة كيفاش العمليات تصير. ضربة جزائر اللي تم الاعلان عليه. علش ما رجعوش للفار? لانه طاقم حكام الفيديو وافقه الحكام في القرار اليداني متاع. آآ كانت تنجم زادة بلنتي لسبيرانس يمشي يشوفها في الفارو. ياسيو. لكن آآ في زو ضربات الاهلي زو حكام الفيديو اكدوا اللي ما فهم ما ضربة جزائر. اكدوا في العملية اللونية. مم. انه معز بن شريفية وواليد ازارو صار بيناتهم التحاق. مم. لا يرتقي الى ضربة جزائر. وفي العملية الثانية قالوا المهدي عبيد الشارف راي ضربة جزائر وهمية وواليد ازارو يستحق ورقة صفرة. لانه قطع المريول متاعه. يعني التشيرت متاع وواليد ازارو. وورناها الفيديو كيف شدوا البرشاة. اي ناس كل شفناها مقطع يعني. اه. انا في اللحظة ذيكا في بالي الحقيقة ما في بالي معانتها في الالتحام اذاك تقطع له المريول. معانتها نجم تصير تغطيات المريول. اي هنا. لكن بعد يرينا الحقيقة متاع الحكاية انه معانتها في الفيديو ده اللي هو قطعه المريول. يعني وليد ازارو هو يرتكب الخطأ. ومو الشمس الدينة. وخارج من منطقة? اه. بداية من خارج المنطقة ولا في وسط المنطقة? في وسط المنطقة ايه في وسط اه دكا. هي في وسط المنطقة. لكن هني قلت لك نورمال ما شوف يعني قرار اه حكم كيفاش ينجم يغير معطيات ومجريات لقب. ينجم يوالي تشنجم بعض يوالي اه يعني غضب من عند الملعبية. اه. 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 وواليد ازارو يتحص على انظار ثاني يخرج ورقة حامرة. ونحكيه على سكور تاثة واحد. اه. يعني اثنين واحد. اقبل اه اثناش تلتاشين دقيقة. مع الوقت الاضافة. يعني مزار بوعس على لعب. والاهلي ناقصة ملاعبي. الترجي كان بامكانه التشجيل. والتعدي. اه. لكن هذا الكل طوى نجم وقوله في طي نسيت. مباراته فات. سكور في نال ثلاثة هداف مقابل هداف. الترجي باش يغيبوا عليه. سمس دين الذوادي. وفرانكوم. الاهم. اهم. زوز على ناصر مهمة. زوز على ناصر مهمة. يعني فرانكوم البرح كان افضل لعب في على الميدان. يعني اه صحيح هما ديما يمشي للفريق المنتصر. لكن كافما ملعبي اه البرح قدم بصراحة مردود ممتاز وممتاز. فهو فرانك اه كوم يعني كان افضل لعب في الترجي. لكن صاي المباراته فات. لازم جماهير الترجي. والجماهير التونسية. الكل. اه يامنوا برواحهم ساعة. يكون عندهم ايمان انهم ينجموا ويرجعوا. انهم قادرين على تجهيل زوز اهداف. والي هي مهمة مش اه مستحيلة. يعني رينا ترجي ضد بريمير ودياكوستو في درجة. مركز اهداف. يعني كل شيء مزايت اللعبة جوابل. بلغة كورة يعني الهدف اه وضربة الجزاري اللي سجلها. مع انت حسبك لما كنتي خلينا نكونوا ايجابيين. هزا يا فنال. اتلعب في تسعين دقيقة. اه وينجم يمشي اكثر من تسعين دقيقة. لكن اثنين بلاش ما هيش مستحيلة قدام لها للمصير البارح. كي نحكيوا كورة ونشوفوا الغيابات. ظهر لي اه سهلها تشكيلة سهلة على معينة الشعباني. يعني بش يكون معز بن شريفية. بش يكون ايمن بالمحمد اللي ان شاء الله يرجع على الرواق الايسر مكان حسين الرابية. محمد علي العقوبي بش ياخو مكان شمس دين الذوادي مع خريش امام في المحور. لرياد رواه هوني نقطة بربي اه وسامة ماذا بيه لو نشوفو ايهب لمباركي. ماذا بين ايهب نعرفو الناس كل ايهب لمباركي راجع من الاصابة ما عندوش اه يعني في ساقيه ممكن يسر حتى تسعين دقيقة. لكن انو ايهب لمباركي يبدأ المباراة من اللول ويلعب حتى ستين دقيقة. مهم ومهم جدا. لانه بصراحة مع اخترامنا الامكانية سامح الدربالي وتاريخ سامح الدربالي. فانو سامح الدربالي محدود شوية بصراحة في الشق الهجومي. ماذا بينا نشوفو ايهب لمباركي. اه ممكن يسر هدايا المكان الوحيد اللي في اه شوية شك ولا شوية التباس. التريو مع غياب فرانقوم شوية لفوسينيكو لبالي وغيران الشعلالي وسعد بجير كبلاي مايكر صانع العاب. اه انيس البدري ويوسف البلايلي دون ادنى شك بش يكون هما موجودين وان شاء الله زاد ان شاء الله هيثم الجويني اللي كان يمر بفترة انتعاشة. يرجع ويكون لباس في مباراة الاياب لانه بصراحة طاح ياسين الخنيسي اه في البريود هذية يعني ملعبي خارج من الفورمة ملعبي خارج الخدمة شفناها البارح صحيح ربح برشة لديوية لطاح ياسين الخنيسي لكن الوظيفة الاولى للمهاجم هي التسجيل والمهاجم يعيش بالاهدف دونك هيثم الجويني لازم يكون موجود في اولمبي ارادس اذا الجاهزية البدنية متاعه تكون موجودة كيفما نقطة اخرى لازم على فوسينيكو ليبالي شكرناه الملعبي كي قدم مردود كبير كان لقب قوسينا وادنى انه حتى يجنس اه تونسي لكن بصراحة كيشوف مباراة البرح فوسينيكو ليبالي في البعصة على ربع درجة الاخرانين واقف براتيك مو. كان ينجم يكون فيما التغيير مع انت. لكن كيشوف البداية المفماش يعني اه حتى معين شعباني ولا ماشي ترويش هي ريسكي وشي بدل فوسينيكو ليبالي. هو ديجا عنده ورقة عنده ورقة صفرة كان ينجم ميخ ورقة اخرى البارح ولا. لا ما اخذاش. اه ما اخذاش فوسينيكو ليبالي لكن اهني قلت لك مع غياب فرانكوم وباش اه وسط الميدان والمليو يصح لازم فوسينيكو ليبالي يقدم متين بالمية من امكانيات وماشي مية بالمية كيف كيف غيلان الشعلاني. اه بصراحة الاهلي اه هجومية يعني كي ندو نحكي على اه بارتير يعني من وليد سليمان ازارو اه يعني اسلامة محارب انه جمعية تخوف. لكن اه في كدفاع كمنظومة دفاعية الاهلي برونابل ومع الضغط اللي في اولمبي ارادس ومع الاجواء اللي في اولمبي ارادس وهون نحب نفتح قوس خاطرية البارح برشا الناس تجيش وش نعملو وبالغورة وش نفكو وش نكسرو هذي ماذا بينا ما نشوفوهش. راه مباراة كورت قدم تسعين اطقيقة ماذا بينا الجمهور. اه يعني اه صحيح اي واحد من الجمهور يتقر اه كيشوف الظلم ولا يتغشش ولا يتنرفز لكن لازم نكونوا عقلانيين. يعني اه شفنا احنا الاحداث اللي بعد برميرو دياكوسوش كون خسرت خسرت التارجي وخسرت تونس. ثلاثمائة الف دولار من العملة الصعبة يعني اخطية مالية يعني بريسك ثمانمائة مليون. يعني اه العنف ما هوش حل. والعنف. دونك التشجيع 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 وراه المكشفة وان شاء الله ترجع بالانتصار ولازم ثلاثة خطوط يكونوا في نهارهم. بين الدفاع والوسط والهجوم. لازم اتخذ ريسك. لازم اتخذ ريسك في المباراة هذه. مكش باش تلعب بتروبي فود. يعني باش يكون اه اللاعب الثالث في وسط الميدان ساعد بجير. بمزايا هجومية. ان شاء الله كما قلت لك نشوفوا الظاهير الايمن يهايب لمباركي. اللي هو هجوميا افضل من سامح الدربالي. ايمن بن محمد. باش يكون افضل من حسين الربيع. هجوميا ودفاعيا. وان شاء الله هيثم اجويني. يكون هو التوتولير. وان شاء الله يحضر. لانه بصراحة اه في دفاع الاهل المصر اللي شفناه. مع خاصيات اه هيثم اجويني. خاصة انه هو يطلع وياخد الكورة بسدره. يعني ويخلي المدافعين والرادارو باش يربح برشة مخالفات باش يزغل كل اللي دي تاي صغار. وان شاء الله نعرف واحنا التارجي في يكون لها وجه اخر يعني. اكي. وان شاء الله يكون ماتش في قيمة اوية متاع جمعية التارجي الرياضي التونسي. الوقت دي هم فينا خاني شو للبطولات الاوروبية. اه فاضل الاكيد. اه برشة كورة في البطولات الاوروبية. ما بين اليوم وغضوه. برشة كورة في اوروبا وفي تونس. حتى البطولة المحترفة الاولى اللي يكون القدم. ايه نحكيوا عليها. اليوم يتلعبوا ثلاثة ماتشوات. ثلاثة ماتشوات ينطلقوا مساعتين. اتحاد بن جردان مع النادي الافريقي. النادي صفاقسي مع الملعب الجابسي. واتحاد تطوين مع نجمة ساحلي. مباراة الاتحاد بن جردان النادي الفريقي. باش كوم اقول على الوطنية اثنين. النادي صفاقسي الملعب الجابسي. باش كوم نقولها على الوطنية الاولى في اللي يجا الاسبانية عنا اربعة امات شوات. ماذي ساعة ليجا نيس مع تليتيكو مادريد. الاربعة واربعة او المباراة السولاري في اللي يجا الاسبانية بعد ما كانت عنده مباراة في الكوبا ديراي بعد الهزيمة. ايه. في الكلاسيكو ريال مادريد بلادوليد الاربعة واربعة. الستة ونصف فالانسيا جيرونا. التسعة غيربوع رايو فاليكانو مع افسي برشلونا. في ايطاليا عنا تلاثة ما تشويت. ماذي تلاثة لينتر مع جينوة. لينتر اللي شوفناه بدأ يقرب للمركز الاولى يعني وقعد ابرتير من اللي ربح الانتصار خاصة مع توتنها. قعد يونشيني في ديفيكتوار سيكشيسيف في الكالتشو. سرتو مع ربح النابول البارح خمسة. اهه. الستة امتال عشية فيرونتينا مع روما. وثمانية ونصف اليو في مع كالياري اليو في يسعى لتعميق اه الفارق مرة اخرى. في المانيا ماذي ثلاثة ونصف اوكسبورغ مع نورنبرغ بايا ليفركوزن مع اوفنهايم باير منشن مع فريبورغ شاركة مع هانوفر وورسبورغ مع دورتموت وستة ونصف هرتا بيرلين مع لايبزيك وفي اه انجليتيرا ابرتير ماذي ساعة ونصف بورموت مع امان يونايتد مباراة مهمة الماتشستر يونايت خاصة اللي هو معاش عنده. كل جمعة وليت مقبله مهمة بالنسبة للمورينو. معاش عنده المارش بش يضيع جوزي مورينو يعني هذه حاجة مفروغ منها. الاربع امتال عشية كارديف مع ليستر سرتو بعد احداث سقوط الطائرة يعني انت عمالك ليستر سيتي فهالي مباراة بشكون بخصوصية وفيها كبيرا. وفيها شوية نوستلجية كيف كيف ايفرتون مع بريتون نيو كاسل واتفورد ووستهام مع بيرلي هذو ما كل الاربع. الستة ونصف مباراة القمة مباراة مهمة في اللي مريت اه ارسنال مع ليفر بول ونيم ريء ذهالي شي يلعب واقول نجم اقوله اختبار مهم ومهم جدا قدام يورغان كلوب ووليده ساديو ماني فرمينو ومحمد صلاح يعني اه نجم اقوله هذي مباراة اللي شبينينا ارسنال الانتصارات اللي حقاقهم في الجولات الفارطة زعم ارسنال بدأ يرجع زعم ارسنال باش يفك بلاسها في شامبيانز ليك وقلق فريق القوى اه خاطر اللي نحكيه ملعبي 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 ليبر بول اقوى ليبر بول افضل من ارسنال في ثلاثة خطوط اه زادة يعني دفاع وسط وهجوم والمباراة الاخيرة تسعة غيربوع وولفز مع توتنهام في فرنسا البارح اه وسامة البي اي جي اه اربح زوز هدف مقابل اه هدف البي اي جي القابرش صعوبات اه البارح امام فريق قليل لكن امبابي اه بونتو بصراحة سحري اه شوطا متركنا بتاع اي متل خوالي اتع تيري اونري بصراحة يعني انا كريت لبونتو قلت هذي بونتو بتاع تيري اونري وبوهد هدف ثاني من نيمار يعني نيمار وامبابي هما البي اجي اثناش انتصار على التوالي في بطولة فرنسا تخسم اللقب في فرنسا لكن هذا لا يعني حتى شيء ولطناش انتصار هدو ممكن يسر يتيحوا في الماء كان البي اي جي في يوصل الجمعة في الشامبيانز ليك يخسر امام نابولي خاطر اذا البي اي جي يخسر امام نابولي خروج من الشامبيانز ليك وماشي للأوروبا ليك وحتى لو كاني هزي الأوروبا ليك هذا عمره ما كان هدف البي اي جي مع الاستثمارات الكبيرة شتوتجارد خسر مع فرنكفورت البارح ثلاثة اهداف مقابل السفر ونابولي فيز على خمسة هدف مقابل هدف ونابولي يزيد يقرب شوية لكن اليو في اذا ينتصر اليوم كما قلنا في مباراة يزيد يبعد كالعادة يزيد يبعد واضح لكن اه فما نقطع بصراحة في عشرة ثوين بي هاترك الميرتنز اه المهاجم البلجيكي اللي في نابولي وقدم البرح مردود كبير وكبير جدا. واضح شكرا لك بركة لو فيك فاضل العريبي على تفاصيل الرياضية الكل لكي تنجموا تتابعوا الاخبار الرياضية على الباش فيسبوك راديو ميت تونيزي شوية اختود سويت عندكم موعد مع اخبار عشرة امتاع صباح ورجعين معكم